اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دفاع ترش هذا الدفاع يعني سمعته انه ليس الافضل ولكن اللي بيلعبه دايما بيلعب على نتائج ايجابية عايز يكسب او يتعادل لان بتطلع منه عامل لنفسك او عامل للخصم بيدق معزول حسب هما ما يختاروا بقى ايه او شكل البادئ في الوسط في هذا الشكل بعد بيدق في بيدق بيدق في بيدق خلاص الابيض قرر ان هو هيعمل للاسود بيدق معزول في الوسط طبعا انا بقوله داي اخوانا عشان ممكن حد يلعب كده دلوقتي وبعدين الاسود يقرر يعمل كده مثلا فبيدق في بيدق في بيدق بيدق بقى البدق المعزول عند الابيض يعني خسب القرار اللي انت هتاخده ممكن البدق المعزول عند الابيض او عند الاسود كابتن عبد الرحمن هشان بالابيض قرر ان هو يعمل بيدق المعزول من الاول للاسود بعدين كمل انتشاره واللاين اللي انا بعرفه للابيض هنا بعد نايت سي سيكس ان انا اكل البيدق ولما يدفع البيدق بعمل كده بيأكل بياكل وبياخد كش بعمل كده بيعمل كده ها واخد بالك يعني ده ده الاين اللي انا اعرفه لاين لذيذة للابيض لكن لكن الآخر المنطقي جداً هو الثاني الجي ثري وده المين لين اللي انا قلتو ده ده السكند المين لين التاني أوكي جي ثري فكرة جي ثري ايه ان انا اضغط الفيل على الوتر اضغط على البيداء المعزول ده مع الحصان مع بيداء في بيداء مع الضغط الامامي بتاع الوزير مع الروخ اللي ممكن تجي ورا الوزير نحاول نوقع البيداء ده في منتصف المباراة وهنا عبد الرحمن هشام لعبة اي ثري اي ثري بتمنع الربط بتمنع طفزة الحصان نقلة مهمة بيداء في بيداء اللعبة الآن وعليها نايت تيكس وبعدين الفيل يطلع يمسك الوتر ودايما لو انت بتلعب بالبيداء المعزول يعني لو انت مكان كابتن احمد الخطيب في هذه المباراة فانت دايما عاوز تتحكم في المربع الذي امام البيداء المعزول محاولا انك تدفعه في احد لحظات المباراة ويبقى نقطة قوة او تدفعه وتتخلص منه يعني مثلا لو تلعب اي ثري في لحظة تدفعه وتكسره في البيداء ويبقى خلاص ما عادش عندك اضعاف والشكل يرجع تعادلي بيشيب سي فايف بيشيب اي ثري حمل المربع اللي هو قدام البيداء وحمل حصان بزيادة وفيه تهديد يعني مثلا لو انت قفزت بهذا الشكل عاوز تاخد انتياز الفلين تبدو نقلة يعني ناتشرال جدا فانا باكل عاوز الفيل وعاوز وزيرك بتقول لي يا عم لا انا هاكل انا كمان عاوز مين عاوز وزيرك فتاخد الوزير فياخد الوزير فياكل بالرخ لو كالت الحصان على طول بتقسر ولو لعبت دي فور صباح الفل انا بامشي وطالب قطعة تاكل اكل معايا قطعة زيادة ولذلك النقلة بتاعت نايت هنا دي وحشة طب الصح ايه ارجع بالفيل المتعلق بحيث لو اكل اكل والفيل بتاعي محمي نايت اي فور انا رايح اخد منك امتياز الفلين ويبقى معاك دلوقتي بيدق معزول ومعاكش امتياز الفلين بيشيب تيكس اتفضل امتياز الفلين بيشيب تيكس وبعدين تبييد كابتان احمد الخطيب في تحليل المباراة قال الفكرة ان انا عمري ابدا ما اخد الفيل ده وفعلا اكلة الفيل هتسهل جدا المباراة على الابيض انه يسقط البيض اللي هيدافع في هذا الشكل هيكون انسان جراند مستري بحت او ستوك فشي بحت لو انت بتلعب بالاسود الانجين بيقول بيت عادي واحمل بيدق والعب بيثري عشان تحضر لكوين دي سيفن يعني كوين دي سيفن جاي مش عايزه يخش الدخلة دي العب بي سيكس ولما حسن يرجع يضغط العب كوين دي سيفن ولما يضغط البيدق يبدو ان هو سقط لكن الرخ بتيجي في المعاد بحيث انت لو كانت البيدق دلوقتي الرخ بتنزل سبعة طالب هنا وطالب هنا والشكل لسه متماسك بالنسبة للاسود يعني ولكن بصراحة لازم تكون عارف الكلام ده كويس جدا وبتلعب بمنتهى الدقة دلوقتي الكلام باين ان هو ياه ده سهلة خلصة هيه لأ ما هو انت عشان تجيبي الكلام ده على الرؤعة موضوع مش سهل تبييت بيشيب جي تو بيكمل في خطوته في الضغط على البيدق المعزول ايتش فايف دي اول امتحان لكابتن احمد القطيب احمد القطيب بيهجم بيهجم على جراندو ماستر ليه؟ لانه اخد قرار ان انا مش هلعب على تعادل ابدا انا هلعب ما يتطلبه الموقف ويتصيب يعني اوفق او لم اوفق مش يتصيب يتخيب لا هي مش يعني مش مش بنلعب احنا بالنرد او بالزوء لا هو راجل بيحسب وبيدي للموقف حقه حسب مستواه تبييت والان ايتش فور ايه فكرة ايتش فايف ايتش فور؟ عدم وجود هذا الحصان بيجعل هذا البيدق اداة هجومية يمكن ان تصل في الوقت المناسب الى الاتش ثري وتحجم حركة الفيل كمان في النهايات بيكون بيدق قوي جدا لان الحصان ده لو قفز وقدر ياخد البيدق ده في النهايات بعد ما ملك جودة نشط في نص الرؤعة مثلا البيدق بيبقى مجرم جدا في النهايات اوكي الحصان رجع تاني ضاغطا على هذا المربع والان يقول الانجين احمي من فضلك البيدق الوسطي بتاعك وبعد بيشيب تيكس كوين تيكس نايت تيكس البيدق ده سيسقط ولو اكل بالفيل مثلا ففي هنا ربط والوضع كويس جدا بالنسبة للاسود ولكن جبت نحمد يعني ما نقدرش نقول استعجل لكنه دفع النقلة دي مباشرة هذا الذي سمح ببيشيب تيكس كوين تيكس وسقط البيدق الوسطي الابيض معه بيدق كامل على الانجين بدون تعويض اوكي لو كان اكل بالحصان هات وزيرك الوزير بيأكل هنا ورجع البيدق بتاعه والفيل متعلق طبعا دي مش حاجة حلوة فلازم تاكل بالفيل بشيب اي سيكس الآن تعال بقى كسر الفيل بتاعك ده لو سمعت علشان المربعات البيضة بتاعتك تبقى ضعيفة ونستغل لها في النهايات ان امكن او في وسط الدور ان امكن بشيب تيكس ويقول الانجين كل بالوزير ولكن كابتن احمد اكل بالبيدق واكلة البيدق دي رغم ان الانجين مش حاجة بقى قوي الا انها من وجهة نظري قوية لانها ادت كاونتر بلاي ادت افكار وعدم توازن في الشكل اي نعم لو احنا شلنا كل القطع بنسبة جبيرة لبيض يعني هيكسب نتيجة البيدق الضعيفة دي ودي يعني لو عمل حاجة زي كده في كده وعدة اخد البيدق لو شلنا كل القطع لكن دلوقتي احنا لسه في ميدل جيم الوزرة موجودة الاحصانة موجودة الارخيخ موجودة فايلات نصف مفتوحة لا لسه في لعب كوين دي ثري روك اي دي ايت وبعدين كوين اي ثري الانجين بيقول ممكن كنت تلعب بدل كوين اي فايف اللي تلعبت في المباراة وكتن احمد هنا قرر ان هو يلعب كوين اي فايف ويدخل لنهايات انك تلعب نايت دي فور وبعد ما الحصان يطلب او يضغط عليه تلعب اي فايف وتستغل لبدأ الضعيف انه يبقى خطاف يحمي الحصان ده هو اللي معلق الحصان في منتصف الرقعة لكن كابتن احمد الخطيب قرر انه يدخل نهايات في هذا الشكل دخلة النهايات بصراحة خلت الاسود معا يعني الابيض معا تفوق يصل الى ثلاثة كتير قوي كانوا معا قطعة زيانة ازاي باللعب البسيط السهل نايت اي فور انا رايح هنا هاخد ده او ده وعليها نايت سي فور ده حصل في المباراة على فكرة والان هذه النقلة لعبت وقد هبدت التفوق طب الصح كان ايه اكمل في خططي عاوز هنا دبل وعاوز البيدق تضطر تلعب نقلة بالرخة عشان تبعد عن الدبل تلعب كده مثلا ضغط هنا وضغط هنا ودلوقتي المانوفر الكمبيوترية السخيفة امشي حاضر امشي حاضر والرخة تتزحلق تحمل بيدق الاخير والبادق دي هتسقط تمان الانجن هنا مدي بدل زحلقة الرخة على طول مدي بعد نايت بي ثري مثلا نايت سي فور موجودة ونايت بي ثري كانت احسن نقلة على الانجن بس نايت سي فور هنا عليها على طول تاكل انه مش مهدد حاجة انما دي كانت مهددة حاجة عليها النقلة الاخيرة دي ولو انت حاولت تروح بقى تضغط على البادق فانت متأخر انا بقعد ارمش في بادق ونشط الخاخ اتخيل الوقت الحسن كرة الحبس لو انت مثلا رحت تاكل البدائين اوكي ولكن هذه النقلة لعبت هذا الذي سمح علي كابتن احمد الخطيب انه يكسر وياخد البيدق بتمبو وبالتالي البيدق اللي كان فقده في منتصف الرقعة رجعه ودلوقتي بقى عنده اكثرية بيدقية على جناح الوزير اتنين على واحد يعني امكانية عمل بيدق سالك موجودة ويا سلام لو احنا وقعنا البدق ده كمان وقدنا نجرب البدائين تعالوا نشوف اللي حصل الشكل على الانجين دلوقتي مجرد تفوق واحد روك دي فور فكرة روك دي فور انا حبستلك الحصان معكش بيخرج النقلة اللي كابتن احمد قال عليها انها فجأته في المباراة روك سي ايت لازم يرجع يعني بيحاول يرجع حصانه والان اف فور بيثبت الاضعاف وبيحرر المالك انه يطلع ويقرمش البياد نقلة جمدة جدا احسن نقلة على الانجين نايت سي فور رجع لي يا ابن الحصان قبل ما يتحبس بزيادة والان نايت جي فايف هذا البيضق يسقط هذا البيضق يسقط اكون صريح معك مستحيل حد يعدي من الشكل ده بسهولة بصراحة حتى لو يعني بص انا كنت بتفرج على المباراة نفسيتي تعبانة منظر البادئ مزعج جدا منظر البادئ يعصبك يخليك مش عايز تكمل المطش او تنسحب دلوقتي حاس ان ده هيقع والرخة هتنزل سبعة مش هارف اعمل ايه نا انت مش هارف تعمل ايه انت محمد نوفل كان عنده من الاصرار والعزيمة انه يلعب الشكل ده الى اخر نفس وبدقة شديدة تعالوا نشوف بعيدا عن كل تفريعات الانجين من العقل لو عندك اتنين على واحد وحاس ان ملكك هيتبهدل ابدأ في الكنتر بلاي بتاعك اعمل بيدأ سالك بسرعة ازعج الخصم وخصوصا ان احنا داخلين على معركة ضغط الوقت روك دي سابن واحد يقولي انه مكلش على طول ايه الحقيقة روك دي سابن احسن نقل على الانجين لو انت كلت مثلا فده هياخرك شوية هاكل البيدأ التاني وهدفع البيادئ فهو نزل روك دي سابن على طول هات البيدأ اللي ناوي يجري وهات حصان في بيدأ واكل بكيش نقلة قوية واحسن نقلة على الانجين اي فايف دفعت نكمل في خطته نايت تيكس لعبت والان نايت تيكس البيدئين سالكين ولكن قصود ده في ثلاث بيادئ سالكين بس متأخرين شوية والملك بتاع الاسود واقف في وشهم مش زي ملك الابيض بعيد عن البيادئ دي دي نقطة مهمة على فكرة F5 بيدفع البيدئ الانجين هنا بيقول يعني لو قدرت تتوقف الكنتر بلي بتاع الاسود الاول قبل ما تلعب دفع بيادئك يكون افضل يعني ايه عام الانجين يعني لعب روك اي 7 قلو هات البيدئ هيحمل البيدئ ده ازاي الانجين مدي ان البيدئ بيتساب وتدفع البيدئ الاخر ولما ياكل روك بي 8 والشكل احسن شوية للابيض مش ويننج ولكن خبلك لو دفعت البيدئ الاخر انت خلص البيدئ كلها وقفت البيدئ تشلت ده هيطلع يعمل كده دلوقتي والبيدئ ده لو ما بيدفع بتاكل كده ده هو عايز الحسن يعني البيدئ وقفت الكاونتر بالليه بتاعك السريع اتشل طيب فففف لعبت بدلا من روك اي 7 بي فور مكمل في الخطة خلاص تيك تيك هيجيب وزيري انهار اسود ايه لا يحصل دلوقتي نايت سي فور في اللحظة المناسبة المشكلة كمان واللي كابتن احمد نوه عليها في التحليل مش بس هيدفع هيدفع ويجيب وزير لا خالص لان خبالك هو لو دفع دفع جاب وزير بتاكله بيأكله الرقم متعلقة انما النقلة دي في يعني لديها من الخبث انه عايز يجي كده والمادي ما بتتحلش كمان اللي شفته في المباراة انه لو لعب F7 دلوقتي وانت كملت بدفع البيده انت بتخسر متوقف الفيديو مرة كده وتشوف احنا بنخسر ليه على مااخد شفطة قهوة من هذين المطبئين حاسس ان عندي شنا بقهوة معلش انا اسف اكد اعلم اوكي النقلة هي روك جي فور عاوز مات في واحد تخيل يا مؤمن حلها الوحيد انك تطلع كده عشان لو اديك كش مات تهرب كده بس هو مش هيديك كش وتهرب هيجيب حصان بص الشياكة ولازم ولو هربت بهذا الشكل بتاخد مات في واحد الحصانين عاملين بص يا جدعان ايه ده ايه ده ايه عام الحصانين ده اما لو اكلت فباكل بكش وبعد ما تمشي باكل وهاخد البيده دي بسهولة مش معقول لو اف سيفن كانت تلعبت ده كلام كبير قوي لو ادفعت البيده المهم لم يلعب ذلك في المباراة الحصان في اللحظة المناسبة لو انت عملت كده عايز المات يرجع يوقف هنا يمنع المات يا سلام على الدقة يا سلام على الدفاع نايت دي سيكس والان تم ناتش احد البيدق لكن البيدق التاني بيجري خد بالك البيدق ده ما تقدرش توقف وراء لان الحصان واقف اعمل ايه ادفع البيدق ادينه البيدق ببلاش مقابرة انك ترائب البيدق ده كش خرج حمل البيدق بتاعه كان الافضل يحاول يدفع يذهب وراء هذا البيدق بعد ما صاحبنا يأكل مثلا تاكل انت كمان وبصراحة الشكل اصفار خلاص لكنه حمل بيدق بتاعه شايف انه هو مصدر من مصادر القوة في المباراة لكن بصراحة البيدق ده بيكتف الرخ يعني انت مش عرف تتحرك المهم كينج اف سري نقلة منطقية جدا انه يروح كده في كده نايت دي سيكس كش تحررت دخل بالملك ناوي ياخد البيادق نايت سي فور تعاوز يدعم البيدق بتاعه بزيادة يعني يدفع البيدق وبعد يمشي ويجيب وزير كش وراجعة هنا ودي كانت بلندر كان الافضل يرجع بهذا الشكل عشان يعني يتحرر من المشاكل ولكن النقلة دي كان عليها كينج ايتش فايف وبعد نايت اي فايف نايت دي فور البيدق سيسقط كمان شوية لو انت دفعت البيدق دلوقتي مجرد نايت اف ثري بتكسب لو انت كسرت هذا الشكل مكسب بكل المواصفات لو انت عملت حاجة من دي مثلا عاوز البيدق باكل هنا وانت بتاكل وانا برجع كده البدائين دول يا اخوانا متصلين بيتدفعوا ويبقوا وزراء والبيدق ده سقط ده ما حصلتش في المباراة الحقيقة وانما ما حدث في المباراة بعد النقلة البلندر دي هي نقلة نايت سي فور ودي خلت التفوق يختفي فده بنسميه مست وين او فرصة ضائعة للمكسب رجع يدافع خبالك انه هم في ضغط وقت بيلعبوا الاتنين في اقل من دقيقة فالانسان الطبيعي هيجري يلحق البدائي اللي بيجري ده هيجري يرقبه عشان تجيب افكار ان انا هتديك مات واجيب النقلة لان نسا قيره ده انجين انجين ومعاك وقت كبير كمان يعني مش الموضوع صعب المباراة صعبة جدا لان كابتن احمد لان كابتن عبدالرحمن هشام عايز يفوز مش عايز يضيع المكسب منه مع ماتيريال معابداء زيادة مش عايز الامور تبوز او ييجي وزير في حزبايا غلط في ضغط الوقت فراح يرقب البداء اللي بيجري منطقي جدا وصلنا الى هذا الشكل يا اخوان حيثو البداء ده ضعيف وعلى وشك ان يسقط ولكن بعد الدخول على البيضق تم دفع البيضق رجع الملك ناوي يدخل كده وياخد البدائين يبدو كأن كابتن احمد الخطيب بيخسر لان البدائين دول جمدين وكابتن عبدالرحمن هشام بيكسب وهو بيكسب فعلا بعد الكيش ماشي وقف الفيديو وهتنقلة المكسب في نقلة وحيدة بتكسب في هذا الشكل لم يوفق كابتن عبدالرحمن هشام الى الوصول اليها النقلة هي روك اف فور بكش نقلة روك اف فور بكش دي الانترمزو اللي هي النقلة البينية قبل ان تنتش البيضق بتقول للملك حدد انت هتروح توقف اصاد البيضق ده ولا اصاد البيضق ده 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 مهمة جدا تعالوا نشوف لو راح اصاد البيضق ده مثلا الان تنتش البيضق وتفوز يا سلم بيدق بيقع ايوه بيقع البيضق ولكن انت لا تستطيع ان تمنع الابيض من الوصول الى احد المربعات مفاتيح الفوز بيجي يقف في وشك وياخد منك المقابلة تمشي يدخل كده ويرقي البيضق ماشي ماشي خلاص انا انا هاجي هاجي بالملك الجنب التاني امنعهم الدخول بهذا الشكل دلوقتي الاكلة بتكسب و الانلي موف للمكسب مش ده اللي حصل في المطش لا مش ده اللي حصل في المطش هي نقولك ازاي تكسب ازاي تكسب الشكل ده بالابيض كيش ما تطلعش فوق الطلوع فوق بيخسرك وما نعمل ايه الحل ان تدفع هذه الرخ من مراقبة هذا البيضق ترجع كده كده وتقول لها تمشي بعد ما تمشي ترجع روك اف ثري في روك اي ثري وتدفع البيضق دي فكرة المكسب كينج جي وون اختار نقلة يعني انا بشوف هنا مثلا الرخ في مكان مناسب وقفة رائب البيضق عشان ما يتدفعش فهرجع مثلا نقلة كده دي احد النقلات اللي هحللها لك امشي فيمشي روك اف ثري عايز روك اي ثري وقد ادفع البيضق ماكسب شكل ده ماكسب روك سي تو مثلا ادفع البيضق عادي ماكسب اخل بالك المالك ما بيعرفش يعد يقف اولوش البيضق عشان لما اديته الكش بروك اف فور هو قد يقف هذا شروف الكش دي بس ادي ايش هترنج اوكى خلاص خلاص انا مش هلعب كينج جي سيكس انا هلعب روك بي 2 تعانى انكسر الرخاخ وهكسب هذه النهايه لا طبعا خلاص اسمح لي مالكي يتنشط روك بي ثري ما انتاش منشط حاجة روك اف ثري لا هنشط وهرجع هنا معودتش تقدر تقف اقترائي بالبيدأ وهبدأ ادفع البيدأ بتاعي هذا الشكل ماكسب ماعتقدش ان كابتن احمد الخطيب تطرق الى هذه التفريعات في الفيديو بتاعه ولكن بصراحة من جمال هذه التفريعات حرام تعدي من غير ما الناس تشوفها المهم ما حدث في المباراة ان هذه النقلة لعبت ما حدث في المباراة ان البيدأ اتنتش على طول وعليها كابتن احمد ادى الكش ودي النقلة الوحيدة للتعادل الكش والان الملك يدخل الفكرة دلوقتي ان انت واقف في وش ده والرخ في مكان مناسب جدا للدفاع ومفيش اي طريقة تطور منها الموقف الملك ممنوع يتقدم كينج جي سيكس او كينج اف سيكس الملك ممنوع يتقدم خلاص مش عايف يطلع ادالو كش استخبه وبعدين رجع رجع تاني رجع ادالو كش رجع تاني الملك مش عارف يتقدم وبعد الكشات اللذيذة خذ بالك ان انت مش عايف تعمل حاجة ان بيدأك ده بيسقط 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 يعني بيسقط يعني انت الرخ دي وقفة حمية البيدأ حمابي هذا الشكل بس دلوقتي لو سمحت امشي كش مشيت رجعت حميت هات الروخ مشي هو هنا خلاص تتعدله بس هطلبك ترجع هطلبك تمشي هاخد البيدأ والدفاع ده مشهور جدا سهل عن البيدأ ده انت بترجع توقف هنا والروخ ترجع في الثامن وبيسموه او الدفاع السلبي البيدأ ده ما بترقاش شرحت هذا الكلام في سلسلة النهايات مباراة مزيعة يعني المقدمة اللي انا قلتها لك فعلا ده اللي حصل كابتن احمد الخطيب امتحن في الدفاعات دفع بشدة بشراسة امتحن في الهجوم لعب H5 H4 H3 امتحن في الافتتاح عارف يا عدي من الافتتاح الصعب لانه كان معاه بيدأ معزول امتحن في الميدل جيم اكل بيدأ في بيدأ بدل ما ياكل وزير في بيدأ على ال E6 ودى لنفسه dynamic play لعب ديناميكي وافكار كتير على الفايل المفتوح هذا الرجل ما وصلش الى ما وصل اليه من فراغ وكل اللي انت شفته من قرارات ده توفيق من عند ربنا نتيجة مجهودة بذل اتمنى يكون مصدر الهام لعديد من اللاعبين مش بس في الشطرنج في كل حاجة لو بذلت مجهود كبير ان شاء الله ربنا هيوفقك وهتحقق النتيجة نفسك فيها شوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة